أبو قاسم الشربيني يقول ما حكم الفتية بغير علم حرام الفتية بغير علم حرام لأنه قول على الله بغير علم وهذا فوق الشرك للتحريم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون واجب على المسلم أن لا يدخل في الفتوى من غير علم وحتى لو كان عنده علم لا يستعجل حتى يتثبت وإذا كان فيه من هو أولى منه بالفتوى يحيلها عليه نعم